مشاركة سعودية متميزة مع نخبة من القيادات الدينية والسياسية في مصر والعالم في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام حيث مثل المملكة الدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وفيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أدباع الأديان والثقافات نحن نعتقد أن قامت هذه المؤتمرات هي أعطاء مساحة للغالبية الصامتة المعتادلة في المجتمعات للتعبير عن إيمانها بالأسس المشتركة بين الأديان أدباع الأديان والثقافات نحن في مركز الحوار العالمي في فيينا نقوم بهذا الدور بدعم المملكة العربية السعودية وأسبانيا والنمسا والفاتيكان كعضو مراقب ولنا إسهامات كبيرة في هذا المجال وقد قدمنا ورقة عمل لإضاح العلاقة بين القيادة الدينية وصناع القرار السياسي وفي كلمته أمام المؤتمر قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن السلام مقصد عظيم في دين الإسلام لا يتحقق بمجرد نظريات وحوارات عابرة لكن لا بد من أثر ملموس وعمل صادق وأضاف أنه لا سلام إذا ازدوجت المعايير وهيمنت القوة بدون عدالة بينما ركز الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار في كلمته على الآليات التي يستخدمها المركز لنشر ثقافة الحوار ودور القيادات الدينية في مساندة صناع القرار السياسي يجب أن ننتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق ولدينا مبادرات حقيقة متنوعة في أماكن كثيرة من العالم وخاصة في المناطق التي نحاول أن نفعل فيها دور المجتمعات بالقيادة الدينية لمساندة أصحاب القرار السياسي وينقش المؤتمر على مدار يومين أربعة محاور هي معوقات السلام وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثرها على السلم العالمي والفقر والمرض وأثرهما على السلام وثقافة السلام في الأديان مشاركة سعودية كبيرة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام والذي يوجه رسالة إلى العالم بأن رموز وممثل الأديان المشاركين بالمؤتمر يجمعون على الدعوة إلى السلام والرحمة والمحبة ونبز التعصب والقراهية أسام عبد المقصود الإغبارية القاهرة اشتركوا في القناة